للمزيد من الحوار والتعليق ينضمه معنا مباشرة بالصوت والصورة أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد الميال بداية محمدك دكتور في حصاد هذه الليلة تمديد آخر من المفوضية لفترة تسجيل المرشحين والتحالفات والأحزاب السياسية هل تعتقد دكتور أن التمديد هو ليعطى فرصة أكثر بشأن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات أم أن هناك أسباب أخرى شكرا جزيلا على الاستضافة تحية طيبة لكم والمشاهدين من المستبعد الحقيقة مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المحلية أعتقد السيد الصدر سيرزم بعدم المشاركة المشاركة تحتاج إلى تعبئة تحتاج إلى ماكينات انتخابية تحتاج إلى مرشحين تحتاج إلى مقدمات العودة الغير حاضرة لغاية الآن هناك موجود بعض رموات التواصل مع التيار الصدري بهذا الخصوص محاولة إقناع التيار الصدري على الأقل بدعم هذه الانتخابات وهذا قد يحصل حقيقة مثل ما أشرته قبل قليل قد يوجه سيد الصدر جمهورا للمشاركة في هذه الانتخابات باعتبارها واجب وطني وأعطاء حرية كما حصل لحرية التصويت لأي قائمة يروها صالحة أو قد يكون هناك توجيه غير مباشر هذا حصل عام 2014 حينما رفع يده عن كتلة الأحرار وتيار الشراكة الوطنية وسمح للجمهور بدعم قوائم محددة أعتقد المشكلة الآن هي في القوائم الموسلة للمفوضية وأيضا مستمسكات المرشحين وأيضا إعطاء فرصة للتحالفات لأن مثل ما أشرته قبل قليل أكون سحابات تحصل الآن على سبيل المثال تحالف الأنبار الموحد اللي هو مع الحسب هذا التحالف الأنبار الآن يتعرض إلى تصدعات هناك طلبات من بعض اللي انتموا إلى هذه التحالفات لانتقال إلى تحالفات أخرى أعطاء فرصة لاستقرار المرشحين وانتقالاتهم وحسب خياراتهم خاصة هناك بعض المستقلين وأيضا قضية الوثائق الدراسية وغيرها من الأمور اللي تحتاج إلى وقت حينما تكتمل قضية التنكين للكيان داخل المفوضية طيب في سؤال آخر هل ترى أن سماحة السيد مقتدر صدر بات مقتنعا بعدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات يعني كرأي وتحليل ماذا بشأن القوائم البديلة هل تتوقع إمكانية دعمها من قبل التيار أنا أعتقد هو هذا اللي يحصل مثل ما يعني تعرف أنه إذا تم اتفاق بشكل غير مباشر على بعض القوائم ستكون هذه القوائم هي قوائم ظل التيار الصدري وهذه القوائم قد لا تكون صدرية بامتياز مثل ما تحدثنا عن مرحلة السيد الكاظمي هو الكاظمي لم يرشح من التيار الصدري كان مرشح الإطار ولكن أصبح مدعوم مباشرة من قبل التيار الصدري حينما دخل المدنيون والشيوعون وبعض القوائم المستقلة مع التيار الصدري الآن قد يكون هناك توجيه لجمهورة التيار الصدري بأن يتم انتخاب مثل هكذا قوائم وعلى أن تقوم هذه القوائم بتمثيل المصالح الصدرية في مجالس المحافظات ويصبح بعض المحافظين وبعض الكتر السياسية داخل هذه المحافظات متخادمة أو على الأقل متفاهمة ومنسجبة مع التيار الصدري ومع سيد مقتدى الصدر تحديدا طيب دكتور نرى اليوم تشضي بعض التحالفات التغييدية وانقسامات داخلها إلى كتل وتحالفات وسطية نوعا ما أو ما تسمى بتحالفات الظل كيف تجدون هذا التشضي؟ هل هي محاولة جديدة للالتفاف على صوت الناخب لكسب أصواته؟ وهل ستختفي هذه التحالفات أو تعود الالتئام بعد الانتخابات القادمة؟ يعني أكيد حقيقة هناك بعض التحالفات السياسية هي تحالفات أما هي تحالفات مرتجلة وطارئة لم يتم حقيقة تفاهم الكامل بين قياداتها وأيضا لم يتم قناع أفرادها المرشحين داخل هذه القوام خاصة كل تحالف يمثل زعامات مختلفة على سبيل المثال تحدثنا عن تحالف الحسم وتحالف الأنبار الموحد وتحالف جديد بوجوه قديمة متهالكة لم تحقق شيء في الأنبار والمحافظات المحررة زعامة التحالف شيء يعني مشروع وبرنامج يختلف عن بقية الأفراد ونوعية الأفراد الداخلين عشائلين وسياسيا في هذا التحالف بالنتيجة هذا يحقق نوع من الأرباك فيما بعد نحن ما يصلون إلى من سيقود هذا التحالف كيف يستفاهمون أعتقد أن هناك بعض التحالفات ما راح تستمر أو إذا استمرت ما راح تحقق الشيء وأيضا الخلطة يعني مثل خلطة العطار نسميها هذه الخلطة لأنه ما يتحالف مثلا يتحالف بثمان محافظات ويطلع بست محافظات أو سبعة غير متحالف أو تحالف مثلا أصولي أو محافظ أو إسلامي يتحالف مع تحالف مدني في محافظة مختلطة أو محافظة غير محسوبة على جهة شيء غريب عجيب حقيقة ما بدنا نطي أسماء وتفاصيل معينة صحيح قد يكون لها جانب إيجابة عبورة الضائفية والقومية لكنه ما يمثل الواقع ولا يمثل المصالح العامة بقدر ما يمثل المصالح معينة هذا حقيقة بالنتيجة راح يأدي إلى ارتباك في عملية استقرار هذه التحالفات وهذه حصلة عندنا في أعام 2018 شجاة تتكارر الآن طيب يعني بعض الأحزاب دكتور تحاول استغلال الناخبين الذين يسعون إلى تغيير تحت شعارات الإصلاح والتغيير من خلال تشكيل تحالفات تضم شخصيات مدنية هل سنشهد مفاجآت في هذه الانتخابات؟ ما هو تعليقكم؟ أنا أعتقد الآن هذه الانتخابات هي بدون تنافسية داخل القوة الشيعية تعرف انتصحاب التيار الصدري راح يأدي إلى نوع من إعطاء الزخم لقوة الإطار التنسيقي ترتيب أوراقهم في مجالس المحافظات ما راح يكون مثل ترتيب أوراقهم داخل البرنامان أعتقد راح تتولد مشاكل وإحنا تابعنا مثل هكذا مشاكل في مجالس المحافظات عام 2013 وتداعياتها إلى الآن لأن قضية الانسحابات قضية تعدد الكتر السياسية داخل مجلس المحافظة عضو مجلس محافظة واحد يعرق انعقاد المجلس وانتخاب المحافظة هذا راح يأدي إلى تعقيدات كثيرة داخل الإطار التنسيق يعني التحالفات التابعة للإطار التنسيق ما يتعلق بالأكراد أعتقد حسم وضعهم في كاركوك وصلاح الدين وديالب وبغداد أن يدخلون الحزب الديموقراطي بحدة والحزب الاتحاد حصل بحدة أعتقد محسوم مقاعدهم معروفة قد ما يحصلون على شيء في بعض المحافظات لكن بعض المحافظات بها زخم كوردي بالنسبة للقوة السنية نعتقد تحالف التقدم حزب تقدم والسيادة هو اللي راح يحقق النتائج يعني الأكثر عددا في المحافظات السنية والمحافظات المحررة في حين لن يحقق التحالفات القديمة شيء واذكر إذا ما تفككت مثل هكذا التحالفات طيب كيف تنظرون دكتور إلى نسبة مشاركة الجمهور في هذه الانتخابات يعني خصوصا بعد الإقبال الضعيف على تحديث بيانات الناخبين هل سنشهد تراجعا بنسبة المشاركة يعني ما هي توقعاتكم بهذا الشأن نحن طبعا نتوقع أن تكون المشاركة أعلى من ما حصل في الانتخابات النيابية نتحدث عن نسبة قد تصل إلى 42 إلى 45% يعني بشكل رسمي تعرف مرات يكون الأعداد مدقيقة أحيانا رغم وجود عدم مراجع لكن التحديث يعني التحديث الموجود البايومتر السابق في الانتخابات اللي حصلت المبكرة عام 2020 أعتقد كفيل بأنه ما ينطني مؤشرات من أشارة الأرقام بمثل صلاح الدين 75% هذا شيء مهم محافظات أخرى أعتقد رح تكون هناك تحديث لأن أكو أربعة تشهر رح تستمر عملية التحديث أنا الصورة من المشاركة رح تكون أفضل وأكثر لأنه قضية المحافظات وخدمة وعشر سنوات ماهو انتخابات وأكو جمهور ثابت للأحزاب فرح تحصل الانتخابات ويكون هناك مشاركة بقبولة إلى حد ما تصل إلى الأربعينات وهذا شيء طبيعي يعني نعم من مغداد حدثنا بي صوتي وصورة دكتور أحمد الميالي أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا شكرا جزيلا لك